أخي أرجع إلى مشكل أساس وجزء خلينا نقول من هالغمود ومن هالعرقلة بملف الرئاسي هو مشكل حزب وطيار يعني لو ما هيدا المشكل كنا يمكن صار عنا رئيس واتنائناتهم أصدقائي مرحل مش مهمة لأصدقاء ولوش أصدقاء نحن عم نحكي هلأ وقائع وعم نحكي تحليل وعم نحكي معلومات والسياسة طيب بعدوا الشبيب بالخلاف هذا مشكل المرة الأولى هو الأعمق بين الطرفين يعني نحن لسنا أمام مشكل عرضي بين حزب الله والتيار هو مشكل حول التموضعات التي حدثت بعد 17-20 وتشخيص المصلحة الوطنية كلهم من زاويته حزب الله تشخيصه للواقع شيء والتيار اللي يخاض حرب من بعد 17-20 أيضا تشخيصه للواقع شيء هذه التناقض ما لازم يصير جوهري هلأ عم ندعي له بس صار جوهري ولا بعد صار جوهري ولا بعد برأيك عم تكبر المسافة بين الطرفين المطلوب اليوم إما إذا كان حزب الله بعد الانتخابات طلع قال أنا بدي أحكي حتى مع الكتل النيابية الخصمة اللي هني الخصوم بمجلس النيابي فمن باب أولى يحكي مع الحلفاء وبالتالي من زاوية حزب الله هذا الملف أو هذه التعقيدات أو هذه المشاكل يمكن معالجتها بالحوار المباشر بين الطرفين إما بيقرروا يصيروا أصدقاء يتحولوا من التحالف إلى الصداقة وبتصير على القطعة وإما بيرجعوا بينتجوا التحالف أقوى من الصابق ولكن اليوم مقاربتهم أنا برجح أن المقاربة بين الطرفين والتعقيدات عم تفرض حالة على الطرفين بشكل حاد ونافر بشكل حاد ونافر الأمر الذي يمنع تدوير الزوايا اليوم أوكي بس هل بتوصل لقطيعا؟ لا لا طرفين بعضوا بحاجة لحزب الله بعضوا بحاجة للتيار والتيار بعضوا بحاجة لحزب الله ولكن مين عم يغلط أكثر برأيك؟ بالسياسي ما في مين عم يغلط أكثر في كل واحد عم يعمل كيف شايف مصلحته ومصلحت البلد انطلاقة من الزاوية الي عم يشوف منها تشخيص حزب الله خلال مثلا بقصة الحكومة عم بيقول أنه أنا رح شارك بتحت عنوان تصريف الأعمال الضروري والضروري جدا رئيس الحكومة كان بده يوسع جدوى الأعمال صحيح ضبط جدوى الأعمال التيار معدبر مجرد المشاركة هي مس بالصلاحيات المسيحية هذا عم يكبر المسافة يمكن بعد الرئاسي يخف هذا الضغط على الطرفين بعد مسير الرئاسي هون المشكلة هون المشكلة خلينا نحكي الأمور ببساطة مثل ما عم تنحكها بالشارع على الأهاوي بالسالونات مثل ما عم تنحكها مثل ما هي بيجي بيقول لك أنه خيب جبران باسيل ما تقطع معه الأمور جبران باسيل معتبر حاله هو الأمر الواقع هو يلي أنا ومن بعده طوفان ما بيقبل حدا من ضمن كتلته مش بس أنه أو من حزبه تحديدا كل اللي عم يعملوا لحتى اللي يرجع يوصل حزب الله إلى فكرة أنه لا بديل عن جبران باسيل وإذن هو الوريث الشرعي وهو رئيس الجمهورية المقبلة تسكر كل البواب حتى باب سليمان فرنجية وهي طبيعي أنه يسكره على وسع الخلاف يلي بين الطرفين ذهبت الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك بهذا الموضوع تحديدا إلى أنه بلشوا يسربوا من داخل الطيار ومن تكتل لبنان القوي فكرة أنه نحن أقرب إلى أن نضع يدنا ونصوت لميشال معوض من التصويت لسليمان فرنجية أو جزايا فرنجية بعده أهمى من جزايا فرنجية بالنسبة لجبران باسيل يعني في ثلاث نقاط نقطة هذه العقلية أي مشهدية رئاسية نطرتنا في ثلاث نقاط أول نقطة أنه إذا جبران هو مرشح رئاسي من حيث المبدأ هو بيقول مرشح رئاسي ما بيعلى مع الكل مين بده ينتخبه طيب بس ما هو عالق سال إلا إذا كان براهن هو مصلى في الموضوع هو مصلى في المشكل مع الكل إلا إذا كان يعتقد بأنه هو جزء من محور هذا المحور إذا ربح بيربح معه وبيوصل للرئاسي وهذا اللي عم بيصير بالمشكل مع حزب الله بيقول العكس بيقول أنه مش معد برحاله الجزء من محور وبالتالي راحت أول فكرة أنه جبران يكون مرشح لا داخليا ولا إذا ربح من المشكل والأسباب الأساسية لهذا المشكل أنه لم يتأمن الغطاء الكامل لجبران لحتى لا ينفذ لبدويا لا ما بعتقد ذلك ما هو كمان منه يعني خمون فصل عن الواقع لدرجة أنه يكون بده يكرر تجربة العماد ميشيل عون لخلصة مبارح مبارح كان عهد التيار الوطن الحر والعماد ميشيل عون وشفنا المعوقات وشفنا طريقة التعاطي الدولي والداخلي مع العهد ومع الرئيس عون ومع الطيار والشيطاني وإلى آخره في بيبقى المرشحين التقليديين اللي عم فيه المرشحين التقليديين معروفين سليمان فرنجي ميشيل معوض وجوزيف عون سليمان فرنجي وميشيل معوض عم يشتغلوا مبارح أستاذ نعمة فريم أعلن ترشحه أوكي بس أنه اللي أكتر حرارة أو مش تقليدي فينا نقول اللي عم يشتغلوا علنا واللي عم ينحكي فيهم علنا أنا سليمان فرنجي وميشيل معوض سليمان فرنجي له حظوظ وإله ظروف إذا تأمنت له هذه الظروف يعمل رئيس وإذا ما تأمن أنت ممكن ما يقدر يعمل رئيس وميشيل معوض لحد الآن يراوح مكانه بعد ما عمل تقدم يمكن إذا الطيار أخذ قرار مرة جاء يعطيه أصوات يعمل تقدم يخلط الأوراق كلها يرجع بيبقى القائد العماد جوزيف عون كل المناخات اللي حوله للقائد بتقول أنه منه بجو مرشح يعني ما عم يتصرف كمرشح رئاسي ولكن إذا أجوا الأفريقاء قعدوا واتفقوا عليه رئيس الجمهورية مثل ما صار وقت ميشيل سليم رح يعمل رئيس الجمهورية لذلك لا أبعد من الرئاسي موضوع الحزب والتيار التيار ما بدوا سليمان فرنجية جبران باسي الواضح يعني عم بيصعبها كثير على حزب الله بسليمان فرنجية وما بدوا جوزيف عون شو عم يطرح وإذا طرحوا مع الرئيس نبيه بري لما التقاه وياه بعد ما يجع من قطر باللحظة الشهيرة بالزيارة الشهيرة أنه بنقعد أنا وياك وسامحت السيد وويلر الوزير الفرنجي ومنتفع على مرشح ثالث من أدمه للبلد هذه فكرة جبران باسي برأيي أنا كلما أمرأ الوقت لقدام هذه الفكرة بتصير قابلة لمنى فكرة بالهوايا ترجمة نانسي قنقر